كنت خايفة تصغر دماغك وما دماغي ليه؟ وصغر دماغي ليه؟ وبعدين هو أنت تديني فرصة أنت خبطتي المكان والمعادة روح تقفل السك مرضيتش بقى سواحك عشان العاش والمالح اللي بيني؟ واخدبالك أنت بالعاش والمالح دي؟ ولا العيش هنا نسيتك أن العاش والمالح بيبعاهد وأخوه بين الناس؟ عمر أنا أسفت جدا على حصل المارح لأ، أنت مش هتفتح بوقت بولا كلمة لحده ما خلص كليلي بصراحة من ساعة ما شفتك أنا عجبني طريقتك في الكلام بشكلك وأنا حياتي هنا مقفولة علي كل صحابي في المدرسة عندهم بوايفريند إلا أنا وكلهم نون بيرجن إلا أنا وكل الحكاية عايزة بقى طبيعية زي هم بس بابا وماما طول الوقت راهضين إلا ندخل في أي علاقة غلطانين، مالهمش حق إزاي يعملوا كده مع بنتهم؟ لازم يدوكي فرصتك كده أنك تنطلقي فرصتك في الانحراف لو أنت بتبطريق عليا؟ لا يا خديجة مش بتبطريق أنت عايزة الحق؟ السبب اللي خلالي أنا مش واسيب البيت أنا خوفت أضعف لما خش السدير وألاقي واحدة زي الأمر أعدالي فيه أكيد هضعف أنا مش ملاك يا خديجة وما ضعفتش ليه؟ عشان أنت بنت الضمنهور الراجل اللي قويني في بيته خلاص لو المشكلة في بيت بابا أنا ممكن أجي لأتار يا بنتي إحنا نركب لك حسنة أنت لقي نفسك في الشارع بالراح لا ينفع تجيلي القوتيل ولا ينفع جيليك البيت ليه؟ عارفة الفكرة فقية خديجة فكرة أن أنا مش قاعد والموضوع دا ما ينفعش بقليلة وتعدي يعني أنا لو قاعدوا مستقر هل منك؟ طب خلاص ما تعيش معنا هنا عيش معكو هنا؟ وبكهم كسرفوا علي ها؟ كل حاجة نصيبة محدش عارف بكرة في إيه؟ طب أنا عندي فكرة خير إيه رأيك ترجع طاعد معنا تاني في البيت؟ وأنا وعدك مش هعمل كده تاني أنا ممكن أعمل كده تاني انت ليه مصممة حط البنزين جنب النهار يعني إيه؟ يعني أنا مش هشوفك تاني؟ أكيد هنتقامح طب إزاي مفين؟ لما تحب تشوفيني قولي جزر جزر؟ جزر بتاني اسماعيل ياسين مين اسماعيل ياسين؟ يا مهار أبوكي اسود بتعرفيش اسماعيل ياسين؟ الرجل اللي ضحك مصر والوطن العربي قد اللي بناخده من الغرب أنا لو من أبوكي شحنك على أول طهرة على مصر أنا رحت كب مرة بس ما مبسطتش طبعاً انبسط إزاي وانت ما تعرفيه اسماعيل ياسين؟ إزاي ما تعرفوش أبوكي معلق صورته في القهوة؟ بابا معلق صور اللي مبسلين كتير بس أنا معرفش حد منهم أخصارة الرجل من حبه في بلده معلق صور كل الناس اللي بيحبها يعني؟ فكروا بذكرياته يدفى بيهم وانت بمنتهى البساطة اللي معروف طاله واحد من بابابا أعمل إيه يعني أجدب؟ لا ما تجدبيش بس ما تهدميش حلم أبوكي وانت يعني انت تعرف حلم بابا إيه؟ أكيد عايز يرجع بلده في يوم القيام هو اللي قاله كده؟ هو ما قاليش بس الحاجات دي همتلقلش يا خديجة جبان في العينين طيب ايه رأيك؟ كوتقر عناية أم كمان هانيكي بتقول ان تجعنا ولازم تروح تاكل مع بابا وماما يعني مفيش أمان ترجع معنا البيت؟ انت في أمان ترجع تعيش في مصر؟ خلص تعالي قولك على حاجة ما تقولي احنا عادين هو لا قرب عشان هيا سر باش يا ستة يان هرقبوكي اسود هرقبوكي وهر وره انت عطول م Hopeك Belle يا ابني البتك جاه تشوف مالي ان سيدني لبيت زعلان كده يعني ايه ده؟ انت كمان سبت البيت و Tranree يا عمر تكون حاولت تتعمل حاجة مع البيت دي مينفعش يا ابني تقرطس الرجل اللي قدينك في بيته وقولك يا سلم انت بقى لك انا قد ايه مش معنى اصلي شكلك جاي من مصر يعني ومعاك رصيد افلامة بيدوس ومزاولك في دماغك يعني الشيطان مالعباش معاك خلص انا الشيطان لو لعبني هشعيل له مشاريب زي واحد صاحبه فكرة مش يا جامل قولي بقى ارغي قاعد فين دلوقتي قاعد في حتة مش بطالة ايه يعني فين يعني انت مش بطالة يا سلم اربع حيطان وارض يعني قوضة مش بطالة وخلاص قليك مكسوف تقولي بس بص بقى سيدي انا استجدعتك جدا من ساعة محاسبتك على المشاريب مع انك انت اللي قلتك هسبانك فانا دلوقتي عمري محاسبتك في اللغبطة اللي انت فيها دي انت هتيجي معايا تجيب شرطك وتطلع عندي على القوتين شرطك شرطك هي عشان انت واحدة يتيمة يا ابني وبعدين بنشمع ان انا استجدعت معاك تردها لي بسرعة كده؟ اتقل لا اشان تعرف بس ان مش انت الواحدة بس اللي جدع تقولي لسه فيها خير يا عمي انا كده هعيد طب انا اكيد فيها هو لا كده عشل كتير او يعني نعم اخلص بقى الليل هيليل وانا عملها تحيل عليه فاضل يا سالم عمر الله فاضل اتيمة شمانو بس انا مش مصدق انك محاولتش مع البيته دي ها 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 يعني حاولت اه كده انا فهمت اخوة يعني وانا لازل انتك عم عمر ها 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 مدرك ليك شوية يا عم طبيعوة لسه بدري وانا ايه المطق اللي معفينة اللي انت جايبنا فيها دي على قدل حالتك مدرك ليك هعمل ايه بني وبينك انا دفعت مص المعايلة ما حسبت على مشاريب في القهوة ماشي يا سيدي اديك اخدت تمنجت عندك تعالي هنا ايه لسه فيه تحت موسيقى 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 انت متأكد انك بقيت في القولة دي؟ مش شايف حتى هي قدامك ولا ايه؟ والله كويس ان اطلع عليك النهار يلا يا عم خلص مش قادر اخد نفسي ليش يا خود؟ لما نشوف القص انها تدخل هنه اقولك ايه؟ ايه قشة فاخو دي باعسن من هنا خلو يلا يا عم يلا احنا نروح وانتفرق يلا هتشنط يلا 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 او در قتل؟ اقولك هتاخدني شارة ولا هلتن؟ ادخل بس واشوف افخرفتوه ارو احنا افخرفتوه افخرفتوه احنا افخرفتوه اشوك بمسلم سالم ايش انت دي؟ ايه ده؟ الرجل الان جاب تلكلم عربي ايه ناا نتكلم عربي ونتكلم يديدي ونتكلم فرانسياوي ونتكلم يوناني لا الناس هنا بالخمس الوقت على طول مستر سالم نتكلم في موضوعنا إيه الشنطة دي؟ أنت مالك أنا مالي لو الشنطة في إيلك لكن الشنطة في إيد واحد تاني واحد تاني طالع معك وتتعدرتك يبقى في حساب تاني يا سلام على اللفة شنو لفة؟ يا عم اخلص إيه المطلوب؟ زبون تاني في القودة يعني معناها زيادة في الأكر 50% أو سعبك ياخد شنطته ويخرج وهنبدأ الحبايا لا يا سيدي قادي 50% ونتعامل رأسي باسبور أهلاً وسهلاً ورخامة برخامة بقى الملات عايزة تتغير وعايزين مخدات زيادة كل اللي هتؤمر بيه عضرتك مستر سالم ينفذ مدام دفعت الأكرى خط بقى بيانات الباسبور براحتك وباعته مع المخدات يلا أم عمر تعرف أكتر حاجة طملتني إيه؟ أنك مساتر هنا جانب ترجمة نانسي قنع